اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية البوتوكس مقدمة البوتوكس اسم تجاري شهير لشكل طبي من اشكال السم وعند حقن هذه المادة بكميات صغيرة في بعض العضلات فان البوتوكس لا يؤدي الى تسمم المريض بل هو يعمل بمثابة مرخ عضلي بدلا من ذلك يستخدم البوتوكس لمعالجة بعض الحالات الطبية وهو مستخدم من اجل تخفيف تجاعيد الوجه وتغضوناته ويمكن ان يستمر تأثير البوتوكس عدة اشهر يشرح هذا البرنامج التصغيفي منافع استخدام البوتوكس ومخاطره كما يشتمل البرنامج على معلومات عن مادة البوتوكس وسبب اجراء حقن البوتوكس وكيفية اجرائها ومخاطر استخدامها لماذا يستخدم البوتوكس وكيف يعمل البوتوكس شكل طبي من اشكال السم وهذا السم معروف باسم ضد ذيفان الوشيقية من النوع الف وهناك بكتيريا تنتج ذيفان الوشيقية الذي يمكن ان يسبب التسمم الغذائي هناك نوعان من ادوية ضد ذيفان الوشيقية وهما البوتوكس والبوتوكس التجميلي يستخدم البوتوكس لمعالجة المشكلات الطبية واما البوتوكس التجميلي فيستخدم من اجل تخفيف التجاعيد وقد تجري الاشارة للنوعين معا باسم بوتوكس فقط تقوم حقن البوتوكس باضعاف او بشلي بعض العضلات ويؤدي البوتوكس الى منع انتقال الاشارات الكيميائية من الاعصاب التي تنقل اوامر التقلص الى العضلات وهذا ما يؤدي الى بقاء العضلات المسترخية او ضعيفة ويمكن ان يكون لذلك اثار علاجية او تجميلية وخاصة عندما تعاني هذه العضلات من شد او تشنج مزمن يستخدم البوتوكس لمعالجة مشكلات طبية متعددة ومن هذه المشكلات خلل التوتر الرقبي خلل التصويت التشنجي صداع الشقيقة المزمن التعرق المفرط كسل العين تيبس عضلات المرفق والمحصن والاصابع ارتجاف جفني العينين وعدم القدرة على التحكم برفرفة الجفنين عند استخدام البوتوكس من اجل معالجة التعرق المفرط فانه يؤدي الى اضعاف الغدد التي تفرز العرق وليس الى اضعاف العضلات وفي هذه الحالة يجري حقن البوتوكس في المنطقة التي تعاني من التعرق المفرط ويمكن ان يجري الحقن في راحتي اليدين او تحت الابطين او في اخمصي القدمين البوتوكس التجميلي قادر على تحقيق ارخاء العضلات الوجهية المسؤولة عن التجاعد وذلك على نحو المؤقت ويؤدي استخدام البوتوكس في هذه الحالة الى جعل التجاعد اقل ظهورا يستخدم البوتوكس بمثابة علاج مؤقت من اجل الحالات الخفيفة من خطوط العبوس العميقة بين العينين لكن يمكن ايضا استخدام البوتوكس لمعالجة تجاعد وجهية اخرى ايضا تمارس نوعية الجلد وثماكته وكذلك شدة التجاعد دورا في تقرير ما اذا كانت حقن البوتوكس مناسبة من اجل المريض البوتوكس قادر ايضا على معالجة التغضنات التي تنتشر مثل المروحة انطلاقا من ذاويتي العينين ومن الممكن استخدامه ايضا من اجل معالجة تجاعد الجبين لكن البوتوكس غير قادر على اصلاح التجاعد الناتجة عن الحروق الشمسية كما انه يكون اقل فعالية في معالجة التجاعد حول الفم وهذا لان العضلات في هذه المنطقة ضرورية من اجل الاكل والكلام الاستعداد للاجراء قبل اجراء حقن البوتوكس يكون على المريض استشارة الطبيب لمعرفة ما اذا كانت هذه الحقن مناسبة لحالته يطرح الطبيب اسئلة عن التاريخ الطبي للمريض ويجري له فحصا جسديا كما يطرح الطبيب اسئلة عن الادوية التي يستخدمها المريض قد يكون المريض في حاجة الى اقاف استخدام بعض الادوية قبل اجراء حقن البوتوكس ولا بد من استشارة الطبيب ايضا قبل التوقف عن تناول هذه الادوية لكن من الممكن ان يكون الاستمرار في تناول بعض الادوية هو الخيار الافضل وذلك اذا كان لدى المريض تاريخ من الجلطات الدموية السكتة النوبات القلبية الدبحة نوبات نقص التروية الدماغية العابرة هناك حالات يجب اخبار الطبيب بها تلقي المريض اي معالجة بالبوتوكس في وقت سابق وخاصة في الاشهر الاربعة الاخيرة تناول مضادات حيوية عن طريق الحقن في الاونة الاخيرة استخدام المرخيات العضلية حالات تناول ادوية الحساسية او الزكام او الادوية التي تساعد على النوم يجب ان يتحدث الطبيب والمريض فيما يخص اسباب اللجوء الى استخدام البوتوكس كما يجب مناقشة ما يتوقعه المريض من هذا الاجراء يشرح الطبيب للمريض ما الذي يستطيع البوتوكس تحقيقه وما الذي لا يستطيع تحقيقه للمريض قد تكون حقن البوتوكس مرتفعة الكلفة كما ان التأمين الصحي لا يشملها في حالات كثيرة يجب ان يعرف المريض ما يلي مسبقا كلفة اجراء حقن البوتوكس هل يغطي التأمين هذه الكلفة؟ اذا كان المريض يطلق معالجة بالبوتوكس من اجل التعرق المفرط فان هناك عدة خطوات يجب القيام بها قبل اجراء الحقن بالبوتوكس ومن الممكن ان يطلب الطبيب اجراء ما يلي حلاقة ما تحت الابطين عدم استخدام مزيلات رائحة مدة يوم كامل قبل المعالجة بالبوتوكس الامتناع عن تناول الاطعمة التي يمكن ان تسبب التعرق وكذلك الامتناع عن اي نشاطات يمكن ان تسبب التعرق وذلك لمدة نصف ساعة قبل الاجراء برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com اكثر من خمسة الاب من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية خلال الاجراء يوضع المريض في وضعية رأسية على طاولة الفحص ويضع الطبيب مادة منظفة في منطقة الحقن كما يمكن ان يستخدم مادة اخرى من اجل تخدير تلك المنطقة يستخدم الطبيب ابرة رفيعة ثم يقوم بحقن كميات صغيرة جدا من البوتوكس في الجلد او في العضلات وعند معالجة فرط تعرق الابطين فان الطبيب يقوم بحقن البوتوكس في الجلد تحت الابطين من الممكن ان يقوم الطبيب بحقن البوتوكس في عضلات محددة من اجل معالجة التجاعيد الوجهية او الحالات الاخرى يعتمد العدد اللازم من الحقن على عوامل كثيرة من بينها حجم المنطقة التي تجري معالجتها يستغلق اجراء حقن البوتوكس من 10 دقائق الى ربع ساعة ويجري ذلك عادة في عيادة الطبيب وقد يشعر المريض بألم بسيط خلال عملية الحقن لكن معظم الناس لا يجدون هذا الألم صعب التحمل من المعتاد ان يضغط الطبيب على منطقة اذا حدث بعض النسف بعد الحقن يساعد هذا الضغط على ايقاف النسف بعد الاجراء من المفترض ان يكون المريض قادرا على متابعة نشاطاته اليومية المعتادة بعد اجراء عملية الحقن لكن من الممكن ان يلاحظ وجود تكدم او غير ذلك من الاثار الجانبية البسيطة بسبب الحقن من المهم الامتناع عن فرق المنطقة او تدليكها وذلك لان الفرق او التدليك يمكن ان يؤدي الى انتقال السم الى منطقة اخرى كما يجب ان يمتنع المريض عن الاستلقاء مدة تتراوح من ساعتين الى اربع ساعات من اجل تجنب التكدم فان على المريض ان يمتنع عن تناول الاسبرين والمنتجات التي قد تحتوي على الاسبرين ايضا او ما شبهه كالايببروفين مثلا وعلى المريض ان يسأل الطبيب عن ذلك قبل اجراء حقن البوتوكس يجب ان تتضح نتائج المعالجة بحقن البوتوكس خلال فترة تتراوح من ثلاثة ايام الى عشرة ومن المفروض ايضا ان تختفي التجاعد مدة تصل الى ثلاثة اشهر او اربعة ومع مرور الوقت فان نشاط العضلة يعود الى حالته السابقة تدريجيا وقد تعود المناطق الاخرى الى حالتها المعتادة في وقت ابكر من ذلك او بعده بقليل وهذا يعتمد على كمية البوتوكس المستخدمة من الممكن ان تكون هناك حاجة الى جلستين او ثلاثة جلسات من حقن البوتوكس في حالة التجاعد العميقة وذلك حتى تبدأ النتائج بالظهور من الممكن ان يحتاج الاشخاص الذين يستخدمون البوتوكس التجميلي الى اجراءات اضافية وذلك من قبيل اتخدام مادة مالئة ومن هذه المواد المالئة مادة الكولاجين ومن الممكن ان يجري حقن الكولاجين تحت الجلد من اجل ملء منطقة التجاعد وذلك لان هذا يجعل المعالجة اكثر سهولة منطقة التجاعد بين العينين هي المنطقة المثالية من اجل المعالجة بالبوتوكس واستخدام المادة المالئة في وقت واحد وذلك لان التجاعد في هذه المنطقة لا تستجيب دائما بشكل جيد للمعالجة بالبوتوكس وحده من اجل الحصول على افضل النتائج يجب التوجه الى طبيب يملك خبرة في المعالجة بالبوتوكس ويجب ان يتمتع هذا الطبيب بسمعة جيدة فيما يتعلق بهذا الاجراء توصي الشركات التي تصنع البوتوكس بان يقوم طبيب باجراء عملية الحقن ومن الافضل ان يستشير المريض طبيب الرعاية الاولية فيما يخص العثور على طبيب لديه خبرة في المعالجة بالبوتوكس يجب البحث عن طبيب مختص في الحالة التي يعانيها المريض كما يجب ان يملك هذا الطبيب خبرة في المعالجة بالبوتوكس المخاطر تكون حقن البوتوكس آمنة غالبا عندما يجريها طبيب لديه خبرة بهذا النوع من المعالجة لكن من الممكن ان تحدث نتائج ومضاعفات جانبية اذا ظهرت آثار جانبية تسبب مشكلات اخرى او اذا ظهرت آثار جانبية لا تزول فعلى المريض ان يستشير الطبيب ومن هذه الآثار الجانبية الم وتكدم في منطقة الحقن صداع زيادة تعرق الجسم حكة غثيان احمرار انسدال مؤقت للجفنين ضعف مؤقت في العضلات اضطراب في المعدة يمكن ان تظهر الآثار الجانبية خلال فترة تتراوح من ساعات الى اسابيع بعد اجراء حقن البوتوكس وفي حالات نادرة يكون من المحتمل ان تنتقل المادة السامة الى اجزاء اخرى من الجسم وهذا ما يمكن ان يؤدي الى فقدان القدرة على التحكم في التبول ضعف عضلي في الجسم كله مشكلات في الرؤية صعوبة في التنفس مشكلات في الكلام او في البلع ان الآثار الجانبية الخطيرة امر نادر تماما ومن هذه الآثار الجانبية الخطيرة رد فعل تحسسي وذلك من قبيل الحكة او التورم او الشرى او ضيق الصدر او صعوبة التنفس حدوث تقرح او تقشر في الجلد او ظهور طفح جلدي شديد الم صدري او قصر النفس او عدم انتظام التنفس الم عيني او نس او تكدم حول العينين الم في الوجه او الرقبة اعراض تشبه اعراض الانفلونزا نوبات صرعية على المريض ان يستشير طبيبه على الفور اذا ظهرت عليه اي اثار جانبية بعد المعالجة بالبوتوكس لا يجوز استخدام البوتوكس خلال الحمل او الارضاع لان تأثيرات البوتوكس الطفلي غير معروفة اذا اعجبك هذا الفيديو الرجاء الاعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة تعمل حقن البوتوكس من خلال اضعاف بعض العضلات او شلها تقوم مادة البوتوكس بمنع الاشارات الكيميائية الاتية من الاعصاب والتي تجعل العضلات تتقلص ومن الممكن ان يكون لها اثار علاجية او تجميلية وخاصة حيث تعاني العضلات من حالة شد او تشنج مزمنة البوتوكس التجميلي قادر على ارخاء العضلات الوجهية التي تسبب التجاعيد لكن تأثيره مؤقت ويؤدي البوتوكس الى جعل هذه التجاعيد اقل ظهورا يستخدم البوتوكس لمعالجة عدة مشكلات طبية ومن هذه المشكلات خلل التوتر الرقبي صداع الشقيقة المزمن التعرق المفرط تحت الابطين كسل العين تيوبس عضلات المرفق والمعصم والاصابع ارتجاف جفني العينين وعدم الخدرة على التحكم برفرفة الجفنين يستغرق اجراء حقن البوتوكس مدة تتراوح من 10 دقائق الى ربع ساعة ويكون هذا الاجراء في عيادة الطبيب عادة من الممكن ان يشعر المريض ببعض الالم الخفيف عند الحقن لكن معظم الناس يجدون هذا الالم محتملا ويجب ان يكون المريض قادرا على متابعة نشاطاته اليومية المعتادة بعد اجراء الحقن على الفور لكن من المحتمل ان يشعر المريض ببعض التكدم او ببعض الاثار الجانبية البسيطة بسبب الحقن يجب ان تظهر نتائج المعالجة بالبوتوكس في فترة تتراوح من ثلاثة ايام الى عشرة كما يجب ان تدول التجاعد مدة تتراوح من ثلاثة اشهر الى اربعة ومع مرور الوقت فان العضلات تستعيد نشاطها الطبيعي تدريجيا من الممكن ان تعود بعض المناطق الاخرى الى نشاطها المعتاد في وقت ابكر من ذلك او اكثر تأخرا وهذا يعتمد على مقدار كمية البوتوكس المستخدمة شكرا لاستخدامكم برنامج اكسپلين من اللقاء لكم ل termم بbior دائما